شرفة بن عياد شرفة بن عياد رئيسة جمعية شعلة الأمل ورئيسة فرع فاس للحكم الداتي للصحراء المغربية المنتدى المغربي الوطني وكذلك نائبة رئيس لمؤسسة جمع شامل الصحراويين المغربة في العالم عضوة لعصبة السل في المركزية وكذلك عضوة في إحدى التنويات لجمعيات أولياء أباء التلاميذ اليوم جينا باستضافة وبدعوها كتكريم ليام طرف السيدة خديجة الحجوبي رئيسة قفلات النور للتنمية الاجتماعية والتضامن وهذا كان شرف لنا أنها من ضمن سائل فعاليات المجتمع المدني وخصوصاً نحن اليوم نشوف بأن هذا رمز لكل مرأة في العالم يوم اليوم ديال هاد الاحتفال ونحن كذلك نشتغل في خليات العنف ضد النساء فهذا حفزنا دائماً باش نكونوا متواجدين دائماً في هاد الاحتفالات الكبرى التي تقوم بها جميع الجمعيات المتميزة وكذلك من هاد المنظر كان حيي عمدة مدينة فاس على الحضور دياله وتفاعل دياله مع المرأة وتكريم المرأة وكذلك السيد الكاتب العام الخلية وكذلك وكيلة الملك السيدة راشيدة المحكمة التجارية وكذلك الوكيل العام المحكمة الاستئناف وكذلك سيد فيصل اللي دائماً كان رمز هاد القائمة ديال التفاعل مع النساء في الخلية العنف وبحضور أطر كبيرة من المجتمع المدني المتميز ومن فعالية وازنة وكذلك من صلات محلية اللي كان حييهم على هاد التفاعل وعلى هاد الاستضافة الرائعة اللي كانت اليوم كتعطي وحد الرؤية عن بعد لمدينة فاس وعن تضامنها وعن هاد الملحمة الكبرى اللي كان نفتخروا وكان اعتزوا بها حنا كنساء بجمعيات المجتمع المدني دائماً كان نوجه الشكر للملك محمد السادس نصره الله وأياده لدعمه للمجتمع المدني وطلّه في العمر دياله وجعله مفخرة لهذا الوطن الحبيب دائماً تماشياً مع السياسة الرائعة لصاحب الجلالة لنهوض بالمرأة ولنهوض بكل ما يحط على توليج البرامج الأفقية اللي كتفاعل فيها المرأة والشكر موصول لكل مرأة كانت بالحضور ديال يوم العالمي ديال 8 مارس فدائماً كنحيوهم وتنقلوهم نفيدهم باش نزيدوا إن شاء الله القدام ونفيدهم بالمجتمع المدني وعلى رأسه كل الفعاليات النسائية التي تحفزوا دائماً إلى النجاح قادمين وسائرين دائماً نحو طريق النجاح اشتركوا في القناة